قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد عمل التعميم 151 الذي حدد سعر صرف الصحبات المصرفية عند 3900 ليرة إلى تاريخ 31 و 1-2022 لإعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي وبالتوازي تم تعديل التعميم 158 بحيث سمح للمودع بالاستفادة من التعميمين 151 و 158 في الوقت نفسه من مصارف مختلفة ما يسمح بتحسين متوسف سعر الصرف الذي يستفيد منها ويزيد من قدرته الشرائية هل زالت طوابير البنزين نهائيا ومن يتحكم بعودتها؟ تقرير القدو ستبقى طوابير البنزين رهنا بقرارات مصرف لبنان الذي يتحكم منفردا في السوق حاليا من خلال حصر فتح الاعتمادات لاستيراد البنزين بالبنك المركزي على عكس المازوت الذي أصبح محررا ويستورد مباشرة من قبل القطاع الخاص إذن واتيرة فتح الاعتمادات هي التي ستحدد كميات البنزين المتوافرة في السوق وهي التي ستؤدي إلى أزمة شحن في البنزين في حال لم تلبي الكميات المستوردة الاستهلاك المحلي والكميات المطلوبة للتهريب وبما أن سوريا ستظل بحاجة إلى محروقات لبنان مهما ارتفعت أسعارها فإن أزمة البنزين والطوابير ستستمر لأن مصرف لبنان لن يلبي من دولاراته الخاصة حاجة بلدين من المحروقات وفي حال اتخذ قرار بتحرير سوق البنزين وتسليمها كليا إلى الشركات المستوردة للنفط هناك تخوف من أن يؤدي ذلك إلى ضغط إضافي على سعر صرف الدولار في السوق الموازية في حال توجه المستوردون إلى تلك السوق لتأمين دولارات الاستيراد مع العلم أنهم يملكون حسابات مصرفية في الخارج يمكن استخدامها لهذا الغرض ورغم أن القطاع الخاص قادر على استيراد كميات من البنزين تغطي حجم الاستهلاك المحلي في ظل تواصل التهريب إلى سوريا إلا أن هذا الأمر سيستنزف دولاراته لصالح تأمين حاجات الدول المجاورة وبعدما زالت طوابير البنزين في الأيام الماضية بسبب ارتفاع سعره الذي قلص الطلب عليه خصوصا أواخر الشهر حيث أنفق معظم الموظفين رواتبهم من المتوقع أن تعود أزمة البنزين من جديد بعد أسبوع عندما ينتهي المخزون المتوفر حاليا وفي حال تأخر مصرف لبنان في أعطاء الموافقات لفتح اعتمادات جديدة عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللقاء الأول للحوار عن العدالة الاجتماعية الواقع الاجتماعي وأزمة هجرة اللبنانيين مع البطريارك الماروني ماربشارة بطوس الراعي الذي تحدث عن أربع نقاط أولها العدالة الاجتماعية أي تأمين المستوى اللائق من العيش الكريم لكل أفراد المجتمع وضمان حقوقه الاجتماعية الأساسية ثانيا الواقع الاجتماعي الذي وصفه في أسوأ حالات الانهيار وثالثا هجرة الطاقات البشرية وتزايد عدد اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين ورابعا شدد الراعي على أنه لا يمكن أن تتوفر الحاجات الاجتماعية وحقوق المواطنين الأساسية وممارسة العدالة الاجتماعية والحد من الهجرة من دون اقتصاد قوي متمنيا على الحكومة الأخذ في الاعتبار خطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق النهود الاقتصادي موسيقى 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 موسيقى